دكتور أمجد حنة مسائل فل ماذا يا جمال أستاذ عبد الناصر منور الدنيا اتفضل بص سامح حضرتك طبعا موضوع ان الناس في مصر مبتقراش فاكر حركت موضوع ميسي لما انا دخلت برضو الناس خدت اهي كلمة وما حدش قرأ بعد كده تاني ولا حد تدور ولا اي حاج خالص وفي ضمن عاشين كده الحاد لانا طلعتوا محرك في التليفون وقلت حرم يا جماعة ده وضع واحد اتنين تلاتة كده موضوع بيمشي كده اي حد يعني فكرة عن 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 دي صعبة مفروض اول عن التاني عن ما يخص عنه كده يقرأ ويبص والدنيا دلوقتي اللي بقت سهلة جدا بزرار تعرف كل حاجة بالضبط ولكن ما حديش عمل فينا ده وكان الأكثر دقة في المعلومات هو هو معتز الشامي وعشان كده من باب الاحترام عن اذكر ان معتز الشامي كان الأكثر دقة في تناول موضوع كهرباء من خلال ما يقوله وما ينشره من مستندات قلنا بقى الخباب وصلك يا دكتور لان الخباب اللي وصلك ده مختلف عن اللي تنشر في الإعلام المصري كله ألم هو وصلني ومعرفش حاجة تحب أقرأه وتركي المفترض يريد 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 أنا هو زي ما عندك هو بالفضل طيب بص حاجة الخطاب ده برضه عشان حاجة تبقى عارف ده بمثابة قرار هو مش حكم هو قرار الفرق ما بين الحكم والقرار لانا دخلتها بعد ما كان ما حالك بعد تولي دهر دخلت وقريت الفرق ما بين القرار والحكم انه لا رجعة تفيه يعني ده يبوز اطمعنا عليها مفيش ده قرار يعني نحن قررنا واحد اثنين تلات مش حكم لان انا برضه حالك لما قلت لي حكم كهرباء فانا يعني ما فهمتش قوي فدخلت عملتش وقت سيرش ده مش حكم يعني مفيش بقى وريني هات طعم طب استقناف فيش الكلام ده ده اخر كلام عندنا تمام معلومة حلوة بشكرك عليها رب انا اخليك مستر محمد عبد المنع عبد الحميد سلطان is found responsible for failing to comply in full with the award issued by the court of arbitration for support on 29 March 2022 وحطت رقم القرار يعني محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان اللي هو كهرباء مسؤول عن ان هو اخفق في ان هو يعني يزعى او ينفذ الحكم اللي كان عليه من المحكامة الرياضية في 29 مارس 2022 22 number two مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is ordered to pay to zamalik a sporting club as follows ودي احنا كنا قلناها بل كده لو تفتكر برضو تركيب تاريخ حركة بل كده two million USD as compensation for breach of contract without just just cause plus five percent interest on set amount as from june 20 29 until the date of effective payment يعني محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان امر يدفع للزمالك اتنين مليون دولار يعني عقابا لي على ان هو خلف العقد بتاعه خلاص من غير سبب معقول او سبب مقنع وهيدفع خمسة في المية interest اللي هي فايدة يعني خلاص على الاثنين مليون دولار اتداءا من عشرين يونيو 2019 لحد اليوم اللي يدفع مستر محمد عبد الحميد محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is granted a final deadline of 60 days as from notification of the present decision in which to settle set amount upon expiry of this of the affirmation final deadline and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated يعني ادوا لمحمد محمود عدم نعم كهرباء final deadline يعني اخر معاد 60 يوم من تاريخ القرار خلاص عشان يدفع الفلوس settle amount وانا هبقى انا حالك رأيي في موضوع settle ده بالقانون الامريكاني انا ما عاش طبعا في الرياضة بس القانون الامريكاني to settle amount اللي تقال عليها خلاص وانا هو يعني قبل المعاد يخلص ما يحصلوش عقوبات اخرى خلاص بيقول ايبا upon the request of Zemalek Sporting Club be resubmitted to FIFA disciplinary committee in order to impose a ban from taking part in taking part in any kind of football related activity for Mr. محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان for period of six months يعني لو ما عارفش يدفع بعد 60 يوم لو كان الزمالك قدم للفيفا ابنو عايز للفيفا عشان يوقف محمود كهربا فلو بعد 60 يوم ما ما التزامش ودفع الفلوس هينفزه طلب الزمالك اللي هو ايقاطه ست شكرا يا جماعة عن الترجمة الحرفية فنو سمحته الناس اللي بتسأل عن خلص الترجمة وعن جاوب على كل الأسئلة فضل يا دكتور رقم أربعة مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is order to pay a fine to the amount of 30 ألف سويس فرانك أنا بقى عيدقة عيدقة في هنا 30 ألف فرانك سويس رجي بتاعتها للمحكمة للمحكمة زرامة للمحكمة زي هنا يقول لك مع أتعاب المحامة ومصاريف المحكمة أيوة دي لا هي هنا بالضبط it's fine يعني بقعت وقتين هلقتك غرامة كتير يا آه آه لا صيغة الجواب الإنجليزي أو الروح الإنجليزي يعني مش ترجمة الحرصية أن أنت ما طلت يعني ما طلت فعشان كده دي هو غرامة اللي هتدفع فال 30 ألف فرانك سويس ري دي زي ما تقول الغرامة أجر أجر المحكمة اللي تعطنت معك آه لا لحظة بس هل التلاتين ألف فرانك مرتبطة بالستين يوم ولا ليها مهلة غير الستين يوم لا ملهاش مدة بس لها هتفح وده مش ههزر مع المحكمة الدولية ما احترم المحكمة الرضية يعني أصلي كان فيه حد كاتب أن حد بعيتلي من أمريكا قال لي أن خلال تلاتين يوم التلاتين ألف فرانك خلال تلاتين يوم خلال تلاتين يوم أيوة أيوة مكتوب في الجواب مكتوب أيوة غرامة الزمالك ستين يوم أيوة وغرامة المحكمة تلاتين ألف فرانك آه تلاتين يوم كده تمام دي مش مرتبطة بديعة صعب الناصر طب ممكن تقرنت تلاتين ألف فرانك بالمدة بتاعتها لو تقرنت أوكي مستر أوكي مستر محمد عبد المونعم عبد الحليل سلطان is ordered to pay a fine to the amount of 30,000 the fine is to be paid within 30 days of notification of the present decision يعني الغرامة دي تدفع خلال تلاتين يوم من أن هو يختر بالقرار دا بس أنا عاوز أقول إيه دا مش مرتبط بدا لما أنا فاهم تغرمت المحكمة دي كارسة تانية يعني أولا أنت نازل تتبع أخلال 30 يوم آه أيوة ودي ما فيهاش كلام ليه أنا بقول لحبك دا مش مرتبط بدا عشان القانون يعني كلمة settle في في رقم 3 آه السطر الثاني بيقول بالضغط مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is granted a final deadline of 60 days as from notification of the present decision in which the settle said amount يعني عشان هي إحنا ترجمناها يدفع بس بروح الإنجليزي settle دي يعني لو عنده offer يعني إيه عشان كان فيه واحد صاحبي محامك وتعليس سأله يعني اللغة القانونية في الموضوع ده بس مرضش علي يعني آه بس يعني هنا أنا هنا مثلا لما يعني هيبعت يقول لي pay يبقى لازم أدفع خلاص لكن عشان نعمل settlement يعني ممكن تأخذ حاجة يعني كده فكلمة settle متهيأ لي يعني يعني ما بكلمش على كورة ما ما عشو خوني الكورة بتكلم على قانون البنوك هنا في أمريكا ف settle ممكن المحامين يقولوا يا جماعة عن settle فهو نعمل طيب خلينا بس حتى نحترم جميع الأطراف ونقول كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور اللي متبنين قضية كهرباء وبالتبعية جمهور الزملك العظيم اللي هو يعني حاسس بمرارة تجاه هذا الموضوع وكامل الاحترام لمحمود عبد المنعم كهرباء وكل من يحب من النادي الأهلي وهنا هنا بنترجم قرار وليس لنا علاقة بشي فهي كان كده جايي لك كم سؤال لو في أسئلة مش عندنا إجابة لها يا دكتور ممكن حضرتك مع الناس المختصين اللي انت بتتبقهم ناخدها وبكرة نجاوب عليها أول سؤال بيجي لك بيقول لك كده كهرباء يلعب دول الستين يوم عادي طيب يلعب عادي طيب ده 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 مهم جدا طيب لو دفع خلال الستين يوم اتنين مليون والخمسة في المية يعني ربع مية يعني اتنين مليون وربع مية أو ما قيمتهم بالجنين مصر الناجس زمالك وياخد المخالصة لا 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 القرار طالع ماينفعش الكهرباء يروح يقول هتفعه بالجنين مصر بقى لا نفترض الزمالك وافق انهم ياخدهم بالجنين مصري اذا الزمالك وافق كتاباتا ايوه انا عاشي كده بقولك الزمالك يا عمي تيسيرا ترجمهم في تلاتين أو اتنين وتلاتين زي ما يتفقوا وخدهم بالجنين مصري كده ياخد المخالصة ويبعثها الموضوع اذا الزمالك يكتب ان انا اخد ماء يوازي اثنين مليون دولار اي ما انا فاهم انا فاهم وكده خلال الستين يوم يبقى انها الازمة طيب لو الزمالك فجأنا وافق على التعصيد رغم هذا القرار من حق الزمالك بكلمة سيتلمنت الصيغة اللي مكتوبة بيها من حق الزمالك ومن حق محامي كهرباء بيطل يعني دعوة قوانين الكورة انا بتكلم على قوانين البنوك هنا لو اقتن علي كريدت كار ودفعت وما دفعتش اللي هي القصاد كل شهر ممكن البنك يكلمني يقول لي يعني ادفع التلوس دي يبقى ادفع لكن يعني نزبطها مع بعض اه يعني تدي للمحامي باب يتوافق عليه ولا لأ بس فيه باب يخش منه اه يعني بس في النهاية قال له يعني اللي تتفق عليه يعني بالتراضي مع الزمالك أيو تستل مع الزمالك ايو كده كده تمام بالتراضي يعني ممكن المحامي يطلب من الزمالك ويصلوا الى صيغة يبلغوا بيا الإنتحان الدولي اي صيغة يتفق عليها 真的是 شريطة موافقة الزمالك ايوبا لأن هم قاله لازم تدفع الفلوس حل الموقف اه حل الموقف تدفع تتفق مع الزمالك المهم قبل الستين يوم الزمالك يقوله وصلني حقي آه الزمالك يبعت وراه يقوله أنا مبسوط طيب ماشي أصل ده ماشي عمت كل ملفه لوقته بص القرار هو كده اللي بيسموها اللغة القانونية هنا أنا برضه أنا ممكن في الكورة يبقى مختلف بس في البنوك هنا كده خلينا في النص بتاع القرار يا دكتور عكب ما نشتكش الناس ما نجدعه بشغل أمريكا التجاري خلينا في نص القرون لأ ليه بقولك شغل أمريكا التجاري لأن كلمة ستل في القرار يعني زباطها مع الزمالك طيب لكن لو كان I have to pay to زمالك دي موضوع مختلف طيب نروح لسؤال أخير في حالة عدو الستين يوم يتم يقاف كهرباء ست شهور أوتوماتيك وهو طلب الزمالك ولا لازم يركع الزمالك للمحكمات لا 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 هو كاتب أنه بناء على طلب الزمالك اللي تقدم في التاريخ الكلاني يعني هو طلع قرارات لكهرباء وطلع قرارات للزمالك من ضمن قرار الزمالك أن طلبك بيقاف كهرباء اللي أنت بعدته أنه لما لعب سينفذ بعد الستين يوم لو ما دفعش لا ما دفعش أيها هو ده بالضبط القرارات عشان بس أنا بشرع الهتة دي للناس لأنها فيها زكاء أن الزمالك لما لعب كهرباء أول ماش بعد بيقالب بإيقافه استمرار إيقافه فهو كده رد على الزمالك قال ستين يوم ويتوقف بعد الستين يوم ورح قاله يا بناء على قلب الزمالك ده هو يعني الزمالك كان قدم طلب طلب صمت ده خلي بدك أكد نجي كل واحد حقه لأن مرتضى منصور قال ععمل واحد اتنين ثلاثة وكل اللي قاله جاء في القرار قال مفيش تأصيل إلا من خلالي قال عوقفه تاني وده كله حصل وده واضح في القرار طيب هل تتوقع معي بقى كمراقب المشكلة دي تنتهي قبل الستين يوم ولا تستمر ده سؤال برد جواب أنا رأيي الشخصي رأيي الشخصي يعني إنه للأسف يعني مش هتخلص لأنه الزمالك يعني برضو من التفكير القاصر بتاعنا مش هيرضى بالتقصيد خلاص وصعب إنك توفر بس خلي بالك يا دكتور أنت كزمالكوي بتقول كده في النحية التانية كأهلاوي في وراء الضغط على الخطيب ومجلس الإدارة في ظل التقلب الكهرباء لأن المستفيد الوحيد من الأزمة حالياً كهرباء لأنه لما لقب الناس قرف تقيمته فده حاضط مجلس فده حاضط مجلس إدارة الأهل في مقزة فيها إيه لما تشتري كهرباء بـ 2 مليون وربعمية طبعاً الأهل مقدارك يطلع جنيه يتحبس ولكن اتصرف من رجال الأعمال من إعلانات لأنه كده أرخص من أي مهاجم في مستوى أنا لو أنا مسؤول في الزمالك تعال يا عم الكهرباء بكرة قصة عم الدينة تلتبيت ألف لا أنا بختلف معاك يا دكتور أمجل أنت كزمالكاوي محترم لك مني كل التخدير هنا في مصر جمهور الزمالك رفض ضمن الإدارة معلش بالعقل كده دلوقتي الزمالك ما معهوش فلوس وإحنا نتعرف وقفين الزمالكاوية بيقولوا مش عايزين نشهت ومنقصت في الكهرباء ده فكرة يا فندم أنا بقول لك حالة مع كامل الإهترام والناحية الثانية الأغنوية عايزين القهرباء يلعب عند الفيزة بالكوية الموضوع في مصر منتهى الصعوبة أولاً ما فيش حاجة اسمها يا رجال أعمال ولا كلام ده يعني كده المنتهى الصعوبة إنك تيجي بكرة الصبح أو يعني خلال شبه عايز 8 يوم في نيه؟ يعني الدنيا مش مش يا فندم ماشي أنا بقول لك اللي موجود عندنا ولكن هما فيه الصحة من وجهة أو الصحة المقروض إيه؟ تعال يا عم اتني مثلا مليون دولار دلوقتي أوهم 30 مليون جنيه الزمالك يفك بيهم مشاكله خلاص؟ مش إحنا عندنا مشاكل وما دفعناش عشان ما معناش فلوس عشان ما حجوز على 70 مليون أوهم 30 مليون أنت بتقدم اقتراح صعب المنال عشان كده مش عايزين نستهلك وقت فيه لأن أنا بكلمك عن معلومات لأن على أعلى المستويات في مصر طلب من المستشار مرتضى منصور حل الأزمة ولم تحل وربما يحاج محاولة في ذلك خلال الأيام القادمة بس يعني لو الموضوع هيبقى كده يبقى يعني إما بقى حد يعني يدفع 80 مليون جنيه الكهرباء خلال شهرين وأنا شايف بالوضع اللي كل الأندية فيه يمكن مثلا لو الأهلي خد جائزة المركز الثالث ولا حاجة يدفع مع رب ما يقدرش الأهلي يدفع جنيه حتى لو خد يعملها إن شاء الله عقدة يعملها سلفة بس دي قصة تانية من ناك دعوة بيه إحنا قرينا الجواب عكاً ده موضوع أساس وأنا عايز أحترم الطرفين ولا أكون مع طرف على حساب آخر هو الموضوع باختصار إدينا ورقة بتقول إن الزمالك مارضي كمان ستين يوم إلعب مفيش الزمالك مش مارضي مش تلعب ستة شهور تاين شكراً يا دكتور بس والله عاففة لنا شكراً أنا كنت حريص إن أنا نقول معلومة لكن ما ليش دعوة ولا أقول رأي لأن عندي كلام كتير في الموضوع ده خلال الأيام اللي جاية شكراً